السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعد الله صباحكم بكل خير معكم زميلتكم ريناد آل صمغان رح أقدم محاضرة بعنوال Transmission Based Precaution رح نعرف إيش الفرق بينها وبين Standard Precaution ورح نتعرف إن شاء الله خلال محاضرتنا لهذا اليوم على كل نوع محاور المحاضرة رح نعرف إيش هي الأساسيات اللي نحتاجها عشان نمنع انتقال العوامل المعدية فيها أماكن الرعاية الصحية وكمان رح نتعرف على الفرق بين Standard Precaution وال Transmission Based Precaution وأهميتها كمان رح نتعرف على أنواع Transmission Based Precaution والاحتياطات والتدابير الوقائية لكل نوع أهداف المحاضرة واحد القدرة على تحديد العناصر الأساسية اللازمة اللي أحتاجها عشان أمنع انتقال العدوى في أماكن الرعاية الصحية ثنين القدرة على شرح الاحتياطات المعيارية والاحتياطات القائمة على النقل اللي هي Standard Precaution وال Transmission Based Precaution النقطة الثالثة القدرة على أن ننفرق بين ال Contact وال Droplet وال Airborne Precaution اللي هما العزل التلامسي والعزل الرداذي والعزل الهوائي النقطة الرابعة القدرة على تحديد عناصر الاحتياطات القائمة على النقل خلونا في بداية نعرف إيش يعني Standard Precaution يعني الاحتياطات الأساسية اللي واجب عليه أنا كممارس صحي أطبقها على جميع المرضى في المنشأة دون استثناء وهذه نقطة جدا مهمة طيب إيش هي هذه الاحتياطات أولها Hand Hygiene ومتعقيم الأيدي وعندي طريقتين أساسية أحقق فيها التعقيم الطريقة الأولى إما عن طريق الكحول وإما عن طريق الغسيل بالماء والصابون النقطة الثانية Personal Protective Equipment اللي هي معدات الحماية الشخصية واللي منها الرداء الواقي القفازات الكمامة هذه جميعها تندرج تحت معدات الحماية الشخصية النقطة الثالثة الـ Cup Educate أداب السعاد أنا كيف أسعل أو أكح بطريقة آمنة بحيث أضمن أنه مسببات المرض ما أنتشرت في المكان اللي حولي النقطة الرابعة Save Injection Practices اللي هي ممارسات الحقن الآمن النقطة الخامسة الاستيراء الـ Instruments and Devices اللي هي استخدام الأجهزة والمعدات المعقمة النقطة السادسة Patient Placement يعني مكان وموضع المريض النقطة السابعة Environmental Cleaning and Disinfection يعني تطهير وتاقيم البيئة إما بخصوص النقطة الأخيرة اللي هي الـ Handle Textile Carefully اللي هي أنا كيف أتعامل مع المنسوجات بحذر المنسوجات اللي هي الغطاء السرير وأغطية الوسائد ننتقل الآن إلى Transmission Based Precaution واللي هي الاحتياطات القائمة على النقل واللي طبعاً تشكل المستوى الثاني من أساسيات مكافحة العدوى وطبعاً يجب تطبيقها بالإضافة إلى تطبيق Standard Precautions اللي هي الاحتياطات الأساسية وطبعاً أطبقها على المرضى اللي مصابين واللي مستعمرين طيب أش الفرق بين المصاب والمستعمر المصاب كلهم طبعاً يكون عندهم دخل فيهم الكائن الحي ولكن الفرق أن المصاب ظاهرة عليه الأعراض والمستعمر أو Clonize ما تكون عنده أعراض طبعاً هذه الاحتياطات أطبقها هي احتياطات إضافية أطبقها عشان أمنع العدوى أو أمنع انتقال العدوى النقطة اللي بعدها طبعاً المرضى اللي يكونون مستعمرين أو تمت إصابتهم يشكلون خطر على المرضى الآخرين وعلى الهيلث كير ووركر أو الممارسين الصحيين نبدأ في ال Contact Precautions أو احتياطات العزل التلامسي متى نستخدم احتياطات العزل التلامسي؟ طبعاً نستخدمها لما يكون عندي عدوى مؤكدة وكمان لما يكون عندي حالات مشتبه بها وطبعاً لأنهم يمثلون خطر متزايد لأنهم ينقلون العدوى عن طريق اللمس ال Patient Placement أو مكان وموضع المريض اللي يكون تحت العزل التلامسي أكيد يفضل إنه يكون في غرفة مفردة ولكن إذا كان في مريض من نفس الأورغينيزم أو نفس الكائن الحي فقد يتشاركون الغرفة طبعاً في حال أنه يصير في shortage أو عفواً قلة في أعداد غرف المرضى فالأولوية تعطى للأشخاص أو المرضى عفواً اللي يكون عندهم معززات تنقل العدوى بسرعة مثل كرمكم الله الدم البلغم ومثل هذه المعززات ننتقل الآن إلى نقطة معدات الحماية الشخصية فيما يخص العزل التلامسي فيتم ارتداء المريول الواقي والقفازات سواء كان التعامل مباشر مع المريض أو حتى غير مباشر مع بيئة المريض ويتم ارتداء معدات الحماية الشخصية عند دخول الغرفة ويتم تخلص منها قبل الخروج من الغرفة أما بالنسبة للخطوات فتم شرحها في المحاضرة السابقة أما فيما يخص نقل وحركة المريض طبعاً أكيد لازم أقلل وأحد من نقل وحركة المريض إلا في الضرورة يعني مثلاً أنا عندي مريض تحت العزل التلامسي في الجناح واحتاج أني أنقله إلى قسم الأشعة طبعاً هنا في احتياطات أنا أتخذها فيما يخص المريض طبعاً أغطي جميع الجروح بضماد نظيف وكمان أعطي خبر للقسم المتلقي بأنه المريض تحت العزل التلامسي عشان يتخذون جميع الاحتياطات أيضاً أمر جداً مهم أثناء نقل المريض من قسم إلى آخر أنه يجب استخدام بطاقات العزل ويجب أن تكون متوافقة مع تشخيص المريض يعني أنا لما أنقل المريض من قسم إلى آخر أكون حاطة على الكرسي أو السرير متحرك بطاقات العزل سواء كان المريض عندي تحت العزل التلامسي أو العزل الرذاذي أو العزل الهوائي وأيضاً تكون مرمزة بالألوان وتكون باللغتين العربية والإنجليزية وأيضاً يكون مكتوب فيها جميع الاحتياطات المطلوبة من الموظفين كما يفضل استخدام بطاقات العزل المعتمدة من وزارة الصحة طبعاً من خلال استخدام البطاقة يكون طريقي أثناء النقل أقل ازدحام فيما يخص استخدام أدوات ومعدات رعاية المرضى فأكيد يفضل استخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد ويتم التخلص منها طوراً بعد الاستخدام أما في حال أن ما وجد يتم مشاركة المرضى نفس المعدات ولكن بشرط أن يتبع تعليمات التنظيف والتطهير بدقة ننتقل الآن لنقطة تطهير وتنظيف البيئة ضروري جداً ننتأكد أن الغرفة يتم تنظيفها وتطهيرها بشكل متكرر أو حتى على الأقل يتم تنظيفها كل يوم وأكيد طبعاً يتم تطهير الغرفة وتنظيفها قبل أن يستخدمها مريض آخر وطبعاً مع التركيز على الأسطح اللي يتم لنصها بشكل متكرر مثل السرير مقابض الأبواب أو حتى أكرمكم الله دورات المياه أما فيما يخص الهاوسكيبرز أو عمال النظافة فحتى هم يلبسون القاون غلافز اللي هما رداء الواقي والقفازات ويتم ارتداءها قبل دخول الغرفة ويتم التخلص منها قبل الخروج من الغرفة ننتقل الآن إلى النوع الثاني من أنواع الاحتياطات القائمة على النقل اللي هو أو احتياطات العزل الرذالي طبعاً نستخدم احتياطات العزل الرذالي للمرضى المؤكدة حالاتهم أو المشتبه بإصابتهم بمسببات المرض اللي هي الكائن الحي اللي تنتقل عن طريق رذاذ الجهاز التنفسي وطبعاً يكون الناقل مريض يكوح أو يعطس أو حتى يتكلم ننتقل الآن إلى نقطة مكان وموضع المريض طبعاً يفضل أن يكون في غرفة مفردة ولكن إذا كان في مريض آخر من نفس مسبب المرض أو نفس الكائن الحي فقد يتشاركون الغرفة ولكن الأولوية تعطى للمريض اللي يكون عنده زيادة في إنتاجية البلغام أكرمكم الله طبعاً يفضل أن يكون في غرفة مفردة طبعاً في حال كان عندي نقص في الغرف المفردة واضطرت أني أجمع مريضين في غرفة واحدة طبعاً أفصلهم بمسافة لا تقل عن ستة أقدام وستائر حاجزة طبعاً أتجنب وضع أي مريض عنده نقص في المناعة مع المرضى اللي يكونون تحت العزل الرداذي لأن زي ما ذكرنا سابقاً مسببات المرض أو الكائن الحي ينتقل عن طريق الرداذ يعني المريض إذا كح أو عطس أو حتى تكلم هنا يكون الكائن الحي انتشر في جميع عرجاء الغرفة أما فيما يخص نقطة معدات الحماية الشخصية في العزل الرداذي فيتم ارتداء الكمامة فقط ومو بس ممارس الرعاية الصحية لا كمان عمال نظافة يرتدون الكمامة عند الدخول لغرفة المريض فيما يخص استخدام أدوات ومعدات رعاية المرضى فأكيد يفضل استخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد ويتم التخلص منها فوراً بعد الاستخدام أما في حال أنه ما وجد يتم مشاركة المرضى نفس المعدات ولكن بشرط أنه يتبع تعليمات التنظيف والتطهير بدقة طبعاً زي ما ذكرنا سابقاً بخصوص نقطة الحد من نقل وحركة المريض طبعاً أنا لازم أحد وأقلل من نقل المريض إلا طبعاً إذا كان في استدعاءات طبية تلذمني أني أنقل المريض من قسم إلى آخر فهنا يجب على المريض ارتداء الكمام الجراحي طبعاً زي ما ذكرنا سابقاً أن المرض أو مساببات المرض تنتقل عن طريق الرذال وأيضاً إذا كان عنده جروح أنا لازم أني يغطيها بضمات نظيف وكمان لما أنقل المريض القسم المتلقي لازم يكون عنده خبر أنه المريض تحت العزل الرذاذي أما فيما يخص نقطة تنظيف وتطهير البيئة أو غرفة المريض فزي ما ذكرنا سابقاً في احتياطات العزل التلامسي يتم تأكد أن الغرفة تتنظف بشكل متكرر أو حتى يومي وأكيد لازم تتنظف قبل أن يستخدمها مريض آخر ننتقل الآن إلى أهم نوع من أنواع الاحتياطات القائمة على النقل اللي هو Airborne Precautions أو احتياطات العزل الهوائي متى أستخدم احتياطات العزل الهوائي لما يكون عندي حالات مؤكدة أو حالات مشتبه بإصابتها بمسببات المرض اللي تنتقل عن طريق الهواء طبعاً مثال على هذه الأمراض اللي هي السل والحصبة وجدر الماء طيب خلونا نبدأ في مكان وموضع المريض اللي يكون تحت العزل الهوائي طبعاً مرضى العزل الهوائي لازم أنهم يكونون في غرفة عزل لها تصاميم ومعايير محددة رح نذكرها إن شاء الله في السلائدات الجاية طبعاً أنا لازم أحدد عدد غرف العزل الهوائي على حسب تقييم مخاطر المنشأة أو حتى على حسب المعيار الوطني المعتمد طبعاً في مواصفات فيما يخص تصميم غرف العزل الهوائي اللي لازم تتوافق مع المواصفات المطلوبة من وزارة الصحة وأولها النوافذ تكون محكمة الإغلاق وكمان الفتحات اللي في الجدران والسقف تكون مغلقة تماماً والأبواب مصممة بشكل صحيح وآخر شي لازم نضع منشور احتياطات العزل الهوائي على الباب فيما يخص تصميم غرف العزل الهوائي أمر ضروري وجداً مهم إنها تكون تحت الضغط السلبي وأدنى وأقل حد للضغط السلبي يكون سالب 2.5 باسكال باسكال اللي هي وحدة قياس الضغط السلبي طيب إيش يدني فيه الضغط السلبي لما يكون موجود في غرف العزل الهوائي الضغط السلبي يحصر الهواء الملوث داخل غرفة المريض ويمنع انتقاله أو خروجه إلى خارج غرفة المريض طيب أنا بكذا كيف أقدر أنقي الهواء الموجود في الغرفة طبعاً أيضاً ضروري جداً إن يكون فيه مرشح هواء عالي الكفاءة أو ما يعرف باسم الهيبا فلتر اللي راح ينظف لي الهواء وينقي لي إياه 12 مرة في الساعة الواحدة النقطة اللي بعدها مجاري الهواء أو مجاري الهواء المعدوم أو الملوث هل يكون لها مجرى مستقل أو عادي تكون مع مجرى الهواء اللي يكون في باقي المبنى طبعاً لا يكون لها مجرى هواء مستقل غير عن مجرى الهواء اللي يكون في باقي المبنى أيضا يتم توصيل جميع وحدات التهوية اللي هي الإمداد والعادم طبعا الإمداد يمدني بالهواء النقي والنظيف والعادم اللي يسحب لجميع الهواء الملوث طبعا يتم توصيلها بمصدر طاقة للطوارئ طبعا في حال انقطاع التيار الكهربائي لا سمح الله اللي تكون وحدات التهوية موصلة بمصدر للطوارئ عشان يحافظ على ضغط الغرفة النقطة اللي بعدها توجد شاشة ثابتة خارج غرفة المريض نسميها مونيتر المونيتر هذا يقيس لضغط الغرفة باستمرار يعني إذا صار في خلل أو بمجرد حتى فتح باب الغرفة راح يشتغل انذار سمعي وبثري أما فيما يخص مراقبة أو صيانة جهاز قياس الضغط السلبي طبعا أنا لازم أراقبة يوميا لما يكون المريض موجود في الغرفة وأراقبة أسبوعيا لما تكون الغرفة فاضية ما هي قيدة الاستخدام وطبعا يكون فيه فحص شهري له من قبل موظفين الصيانة أما في نقطة معدات الحماية الشخصية فيلزم جميع الممارسين الصحيين وحتى عمال النظافة ارتداء الكمامة عالية الكفاءة وتكون معتمدة يعني يكون سوى اختبار لملاءمة الكمامة عالية الكفاءة أو اللي اسمها الناينتي فايف ماسك طبعا زي ما ذكرت الاستاذة رانيا في المحاضرة السابقة عن خطوات ارتداء وخلع معدات الحماية الشخصية فآخر شيء أنا أخلعه اللي هو الناينتي فايف ماسك ويكون الخلع في الانتيروم أو اللي اسمها غرفة الانتظار طبعا غرفة الانتظار هذه تكون قبل غرفة المريض ولكن بعد الممر طبعا في حالات يكون سووا اختبار ملاءمة ولكن ما لاءمهم الكمام أو الرجال الملتحين أو اللي عندهم مشاكل تنفسية فهذا جميعهم يلزم عليهم ارتداء الببر اللي هو في الصورة الثانية ننتقل الان الى نقطة تنظيف وتعقيم غرفة المريض طبعا أنا لازم اتأكد ان غرفة المريض تنظف بشكل متكرر أو مرة واحدة على الاقل في اليوم طبعا يكون التركيز عالي على المناطق عالية اللمس طيب النقطة اللي بعدها بعد ما يطلع المريض من الغرفة لازم الغرفة تكون فاضية لفترة كافية عشان اسمح بحدوث تبادل للهواء طبعا الهواء اللي في الغرفة خلاص اردي نقي لان عندي الهبا فلتر ونقالي الهواء اما فيما يخص الحد من نقل وحركة المرضى فزي ما ذكرنا في الاحتياطات السابقة انا لازم احد او حتى امنع نقل وحركة المريض خصوصا لما يكون تحت العزل الهوائي لان زي ما احنا عارفين مسببات المرض تنتقل عن طريق الهواء ولكن في استدعاءات طبية تلزمني اني انقل المريض في هذه الحالة لازم اني اوجه المريض لارتداء الكمام الجراحي واتباع عذاب السعال وتغطية كل الجروح بضمات نظيف اما فيما يخص موظف الرعاية الصحية في المعايير الاساسية ما يحتاج منه ارتداء اي من المعدات الحماية الشخصية طبعا يتم تحصين الاشخاص المعرضين للاصابة او المخالطين لحالات مؤكدة باللقاحات في اقرب وقت ممكن ويتم التحصين عن طريق التطعيم مثل تطعيم الحصبة او تطعيم الجدري طبعا جميع المعلومات المذكورة في المحاضرة والمكتوبة اخذناها من مصدر موقع الادارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية وبكذا نكون انهينا محاضرتنا لهذا اليوم شكرا لكم وشكرا لطيب استماعكم الله يعطيكم الصحة والعافية ونلقاكم بإذن الله في محاضرات اخرى